اهلا بكم العزاء المشاهدين في حلقة جديدة من الزلزال حلقة الليلة ضيف علي واحدة من الفنانات المسيرات الجدل والجدال ما ان ذكر اسمها الا والحقها الجدل اينما كانت لها قدرة غريبة جدا جدا على اجعال واستفزاز كل موقع تواصل الاجتماعي يعني لما انا اقول كلام زي ده بالتأكيد انا بكون اه قاصد بشكل مباشر مونيكا شروبرد هذا البرنامج يأتيكم برعاية بعزبار للسفر والسياحة اهلا بك يا مونيكا يا اخ كيفك يا احمد الرمضان كريم الله اكرم واللينا زمن والله مشتاقين والله لينا زمن من اخر حلقة قبل كم سنة اربع سنة تقريبا ايو ايو جدت في حيات كتيرة وقصص وحكايات واتهامات وحيات قال لي لا حنتكلم معاك بس داري زي ما انت بكل المقدمة دي انا ما عارفة عن نفسي الكلام ده كيف الكلام ده كيف الكلام ده ناس تنظر التلقونها شوي اقصم اللي انا بريئة شديدة وبعمل الحاجة بيكل براءة بلقى الناس هاي بس وببعد بضحك يعني والله ما بقصد اصلا اشوف الكلام ده قل له رمضان كريم عليك الله يخير صمو تفتر على الخير ان شاء الله رب العالمين انت بخير الزلزل الفكرة بشكل عام هي زي ما شايفا الاربع الصناديق دي بشكل العالم السودان في النهاية تمام اربعة بوين تمانية ستة بوين تزع سبعة بوين ثلاثة عشرة دليات بتاع الزلازل تصاعدية بنبدأ من الاقلة للاعلى للاعلى لحد ما نصل العاشرة تمام حنمر بالحاجة دي لكن قبل ده نحنا ما حنقدر نتكلم في اي موضوع ما لم نتطرق ليزئية الحرب الدائرة في السودان مونيكا مكانت موجودة في السودان مستغرة انت في مصر لك تقريبا ثلاثة سنوات ويس لكن كان عندك معاناة حقيقية لما دارت الحرب اهلك تقريبا كلهم هناك موجودين هناك فانا عايزك تحكي لي القصة بالتفصيل يعني يعني مما الحرب دي قامت لحد ما قدرت انه اهلي يكونوا معاك وتتطمن عليهم وان شاء الله ما تكوني فقدتي عزيز لا لا الحمد لله لكن يعني كل ما تذكر الموضوع ده صراحة نفسيا بتعبي يعني لانه اختي و اولاده خيلاني ودخالتي باولادهم اخواتي بناتبوي يعني اغلب الاسرة كانت هناك مع انه الباقي اغلبنا في كندا و هنا و كده و في دبي و كده يعني ما كلنا في السودان عايشين وانا طلعت رأيه ثلاثة سنين فلما حصلت الحاجة دي انا حرفيا ليزي ازبوعين ما نمتها خالص لما بيجيت امشي و اقع من من التعاب و من عدم اللكل و من الحالة النفسية دخلت فيها اه يعني احنا عيشنا زي الناس اللي كانوا هناك ويمكن اصعب لانو احنا ما عارفين البحثة شنو احنا بيحكوا لينا طبعا طبعا والكهرباء كانت قاطعة و ما قادرين نصر لهم يعني بيشحنوا التلفون بالجنريتر عشان نصر لهم و نتكلم معاهم تعبنا شديد يعني فالحمدلله انو اهم حاجة انو اختي و اولاده كويسين و جو قدامي و انا قدرت اطلعهم يعني الحمدلله 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 الإجلاب بتاعه من السوداء اللي هنا يعني مرة بصعوبات يعني كان فيها صعوبات في الحاجة دي ولا رباً نسهل و جوك سريع رباً نسهل لقوا صعوبات بسيطة باسمها زي الناس اللي قاعدوا فترة طويلة هم ثلاثة ايام ولا يومين وشوية وصلوا لانه من اول الناس طلعوا من الاسبوع الاول هما طلعوا لكن النفسيات طبعا لما تشوف الحاصل في البلد وتعاين لانه تلقى البيوت تكسرت وتحرقت وتنهبت وعندنا احنا كان بيت هناك تكسر وحاجات كتيرة حق اطبابة تسرقت عربات وحاجات قصص يعني ربنا اعود ايو الحمد لله ربنا اعود اقول لك طالما يعني سيليم العود ما بتيجي عوية ايو الحمد لله قبل ما اخش في الصناديق نشوفها ده اقرار بس منك بانه ما عندك مانع سجن انه يتبس محتوى الحلقة دي ضلي بس حتكتب تحت الاسم والتوقع دارين تعملوا فينشنو كيف؟ ام انا خوفته هسين لا لا يا احنا ما بي حاجة لا يقرار لا يقرار عادي لا لا الله يقرار عادي ممكن تكتبس تحت طوال ايوان تحت والتوقيع روبرت ويليام التاريخ اخر خليه خليه ما مش كده التوقيع اوقع لك توقيعي تمام طيب كده خلينا نخش طوالي في اول اه صندوق قدامك اللي هو اربعة بوين تمانية افتحيو شوفيو شينو اديني لو انا ما مرتاح عليك ليه؟ انا قاعد خاف من بواجعات ما لكم في حشرة لا 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 افتحيو اعمل شنو اتو متخوفني لا لا افتحيو والله افتحيو افتحيو صندوق قاعد يفتحيوو لو ما فيو حاجة والله بالجد ما فيو شي اوكي انا عايزك عايزك رايك والله ما افتحيو طيب كلها ازيلة انا خايف تجيب ليه حاجة لا 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 افتحيو طيب طيب افتحيو الورقة دي طيب هو لو على الكلام هين معايا لا لا كلام خلاص طيب دي ثلاثة ازيلة سريعة اوكي اعمر عليها السؤال الاول حاجة نسيتها في بيتكم في الخرطوم نفسك كانت تشيلية معاك او ايجبوها لك من هناك وما جد كتير لانه انا اصلا لما انطلعتها قبل الثلاثة سنين دي انا خليت اي شي بدت حياة جديدة هنا يعني بيت جديد عفش جديد عربية جديدة هدوم جديدة يعني في حاجات كتير خليت هناك كتير كتير شديد بالذات عدتي كنت عايزة شيلة عدتي معاك بس نيتومتش يعني ما قدرت اعمل كده حاجات كتير يعني كتير طيب قبل ما نشر السؤالة التانية برضو في حياة زغيرة يعني انت طلعتك ذاته من السودان يا مونيكا يعني كانت مفاجأة كده انا قررتها في شهرين حاجة مفاجأة يعني ليه ما لك يعني خليت السودان واستغرته في مصر خلاص قنحت يعني من انه تلقي مثلا يعني مساحاتك تلقي حاجاتك لا بالعكس وكان اصلا كان كان في عيد داخل علينا عيد كان وانا حتى العربينا اللي استلمتها مفروض كنت اكون شغالة حفلات كتيرة في ولايات وين وين كلها رجعت عشان انا اسافر ليه لانه انا دخلت بحالة بتاعت اكتئاب ما طبيعية مكفولة في غرفة شهرين ما بتكلم مع الزون ما باكل كويس ما بتعامل مع الناس السبب الاساسي اول حاجة الكهرباء قاطعة المو يبطقطع غاز مافي البنزين بيقى مافي الطلعة بيقى بحساب تعيبته شديد يعني الواحد بالعلاقات بيعمل عيش مافي بالعلاقات يجيبه لك العيش انا حياة المعاناة ما بحبها ولا بتحمله في امتني حتى بناتي ما تحملوا حاجة زي دي بيقوا هم يحنسوني يا ماما رح نطلع رح نعيش برا رح كده وترون انا صراحة ما بقدر عيش برا السودان انا الروحي ونفسي في السودان يعني انا لو سافرت شهر بجن من زمان فنجرب اقرب حتة لقلبي القاهرة لانو انا 24 ساعة في القاهرة فاخواني وبابا والنازل كلهم في دبي عادي قطره ما بقدر امشي ايش في دبينا انا ما بقدر ما بستحمله لكن القاهرة قريبة لقلبي نمشي وتدخلوا مدار السناك ونبدأ حياتنا وفينا مبديت وبدأت اشتغل ما شاء الله مع المصريين واموري زبطت شديدة الحمد لله اشتغلت اكتر من عشرة مهرجانات اخذت جوائز كتيرة يتعاملوا معي بطريقة حلوة شديد احترام تغدير دخلت في نقابة المهنة الموسيقية دخلت في نقابة التنسيل مسلسة عملت حيات كتيرة افادتني غير الويرش وغير الحياتة الدرستها هنا ممكن نقول لجيتي يعني نفسك هنا اكتر من السودان اكيد لا يعني السودان ده حتة كده من جنوبية لا في المهنة مهنتك وشغلك وحياتك افضل من هناك او لا هو طبعا مصر دي ما ام الدنيا وبالنسبة لانك انت دار تنجح دار تنجح تبقى عالمي اكيد من مصر اي فنان في الوطن العربي انت لاقته بتكون من مصر حتى لو سوري او لبناني او كده فانا شايفة انه انا هنا كويسة يعني ما كعب يعني بردو لجيت بساعات كويسة ايوة خالص اتنين نسبة خزلانك من الناس الجريبة منك بعد الحرب دي كم في المية كتير كتير دي تخزلت من الناس قبل الحرب وبعد الحرب والتنسة ولا بعد الحرب انا من التولدت بتخزل يا زولة لانه انا ما بكشكر لك نفسي انا طيبة شديد بصدق اي زول وما بصدق الكلام اللي بتقال في الزول يعني ممكن يكون في زول برا يشوف الوضع الان في قولي فلان دا بغشك فلان دا كذاب بقولهم لا بقعد ببكي بقولهم لا ما تقوله في صحبتي كده او ما تقوله في الزول لا كده انا ما بصدق الزول دا بتعمل معي كويس انا دايما مشاكلين انه كنت بسيق في الناس فدايما انا في حالة انه لكن ما ظاهر عليك انك طيبة يا مونيكا تفاصيلك كده والكاركتر بتايك وحياتك والنظرة وكده ما ظاهر انك ما بتدي احساس انك طيبة يعني بالعكس بتدي احساس انك شريسة يعني انا احيانا بكون شريسة وبعدين لانه انا من جواي ضعيفة شديد يعني حنينة شديد وطيبة وعارف الحاجة دي قاعد تكسرني بحاول ازبط دايما للناس انه انا انسانة قوية وانه انسانة ما بخاف وانه انا انا فعلا شخصي طيقوية وعارف الحاجة الديراء بعمله وما بخاف من كلام الناس وما فهمني كلام ده لكن من جواي بيني وبين نفسي اول مرة اقول لكلام ده ذي البيبي يعني اقل لحاجة ممكن تهبشني اكتر كسر مؤلم لبعرضت له كان في شبه الضوء منيات نوع الكسر المؤلم لبعرضت له ماهو ما في حاجة علمتني في الدنيا اكتر من فراغهم يا الله يرحمه دي من اكتر حاجات قال لغاية ما انا حصينا ما حنثا لكن لو جينا لعلاقات مثلا هما الرجال لي ما يستهلون ان واحد يقول انا تكسرت من فلان كده وكونا ديته مساحة زاد دي اقدعان بسيئل انا القدعان لا لا مالاكم كلكم للناس الان اعرفتهم اشباه الرجال الان اعرفتهم في حياتي يعني ففي الفترة الأخيرة ما احنا نتكلم لك عن أنه مثلا زول كان زوجي ولد فصلت منه داك ما خلاص يعني كان زوجي دا عندي منه أطفال وخلاص دا ما كانوا محفوظ فيهم تاني لكن مثلا لو في علاقة جديدة أو حاولت أنه أعود ما بتتأثري بالعلاقات دي والحياة لا أكيد ما تأثر لما نلقى إنسان ندل بدأثر ندل يعني ندل حقيقي أنا كنت أدرر تبط لي بي واحد تحفى تأنتيكا يعني كان نفسي أجيبه أخد تأنتيكا كده في البيت وأطفر يعني بتجد لو فيت إنسان ممكن أعمله له هو عبارة عن كاريكاتير يعني أيوه لكن المرأة لما تصدق الزور وتتخير إنه هو بني آدم ويطلعه ما معروف هو بني آدم ولا حاجة تانية كائن غريب دي الصدمة هنا دي الصدمة الحقيقية أيوه ده ما بني آدم ما فيه خصارة بني آدمين وما سوي فبتعمل شنو أنا حدي ببكي يومين ببكي على شنو ببكي على الزمن وضيعته معاك لأنه أنا حارفية ما فاضي عليك أيوه أنا عندي خمسمية شغل أغيرك يا أخي أتلأ أنزل لي من راسي طيب ومن الحاحة كأنك تكون في حياتي لياغة ما طبيعية فلما تتخلص من زول زي أنا بحيس إنه أنا فريش لما نبدأ حياة جديدة ده كلام كويس طيب السؤال الثالث مكاني تدمر في الخرطوم حزنتي عليه أكتر من بيتك ممكن شنبات 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 انتهت شنبات عندك مع تفاصيل كده وذكريات أنا ساكنة في شنبات آه طبعا وصحباتنا في شنبات وأغلب أهلي في شنبات غير الباقي يعني شنبات لما نشوفتها ما قدر أوصف لك أي شارع نحن قاعدين فيه البيوت بيتنا ذاته فيه دانا يعني مواضيع كده بس الحمد أنت مالك معي ما تذكرني أنا ما بحبكي طبعا قدام زول لا لا أعلم ما هي تهاتة اللي بيك بتاعك ده هسه هو مبرر يعني كويس خلينا نطلح فاصل برضو كويس يا مونيكا نطلح فاصل ونرجح تاني تمام فاصل ونرجح تاني خليكم معا هذا البرنامج يأتيكم برعاية بعزبار للسفر والسياحة أهلا بيكم ما لازال مشاهدين مرة أخرى ولازلنا مع مونيكا روبيرت مرحبا بيكا مونيكا مرة تانية ماليش استدعنا معك الذكريات وهيقنا عليك القصة لكن ده حقل كل الناس ذكريات وحاجات وكل نمشي طوالي اللي 6.9 الصندوق الأحمر ده 6.9 اكي طيب ده ممكن تقليلوا في تربية زينا عشان ما ما يرحق دي تلاتة حاجات مم زاكرة جنيه ورقة مم نشيط شنو من الحاجات دي زاكرة جنيه ورقة زاكرة طيب طيب مشهد آآ هنرجح تاني للقصة الذكريات المولية لكن معلش شوية يوم نتجاوزها بنشوف حاجة مشهد ما هيطلع من زاكرتك مدى الحياة تشوفتي في الحارب سواء في فيديو او في صورة او في حياة شوفتيو ما هيطلع من زاكرتك قريبا مشهد كان بتاع طفل ده يعني انا ده اكتر مشهد هو اثر ناصلا في الحياة بحارب ديب بطريقة مبالغة طفل في عنده طلقه في العربية بورا يعني الموضوع ده ايوه ايوه صح مولن شديد ربا نيرحمه ومغفر اليوم اشاء الله يا رب العالمين طيب جنيه ولا ورقة نشوف الورقة الورقة طيب انا مقعد ركز مع القرش كثير اي موما يعني نركز معنا احنا اي طيب الورقة دي فيها اسم شخص اوكي انا هستشيرك اقوله ولا ما اقوله لو قلت لي قوله هتجيبي عن اي سؤال دير في الشخصية دي كيف هتجيب عنه السؤال هازعلك عن الشخصية دي كم سؤال جاوبين على بصراحة يعني اوكي ما في مشاهد طيب ما بقول رأي يعني جدا جدا الفنانة شاهدة اسهري والله يحلوة حلوة ههههه قاعد اشوفها في تيك توك لذيزة شديد هم ز شكلها قلبها ابيض شديد يعني انا كنت بفتحة لها يعني بفتح بالصدفة تيك توك settleقها دايما histories انا بيني وبينها ما في معرف MIL يعني بيقولها كل صنوائط طيبة ورمضان كريم بشاشي فيه هجوم على كبير انا مفهم الهجومي شنونا ما متاع معاه سراحة وما عارفة هي بتعمل في طيب الناس بتهاجمة لكن اما انا شوفها هي بتتكلم لذيذة وبتضحكني يعني وهي شكلها قلبة ابيض انا بتعامل دايما مع الناس من طريقة حوارهم بعرف قلبه النظيف ولا لا ما عندي حاجة اقول لها ما عنديك بها يعني علاقة بتاع التواصل او صداقة او كده او كده لا 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 تعرفت عليها بزع برمو او عتواصل بس شفتها كم رو عايبتني صراحة حسيت بها زورة طيبة المحتوى بيتقدموا رايفو شنو يعني المحتوى انا ما قلت لك انا ما عارفها هي بتاعمل لا ما انت قلت لها شفتها شفتها بس بدتوا الناس مع ناس الصباح او شفتها بتغني ترقص شفتها مرة بتغني وبترقص لذيذة والله يعني ما عندي انا ما بحب الانتقاد لا 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 انا ما عندي مشكلة في الانتقاد لكن انا ذا الرائق بس يعني يعني ما خوفا منها يعني انا ممكن نقول رأيه لو سلبي لكن والله طريقة رقيصة انا قلت لك محيسة بها زورة طيبة شديدة ايوة ايوة فهي بتتحامل بيت القائية زورة برقص بالطريقة دي ما متحسب للناس ولا بعين للناس ولا كده ده زورة طيبة شديدة طيبة الانتقادات الممكن تكون بتتوجه ليه واوا الاخيري انت شايفين ومنطقية طبيعية يعني ما منطقية ما منطقية يعني انا عارف انو الشعب السوداني فيها حاجات ما قاعد قبلها لكن على مرة العصور قبل حاجات كثيرة ومن فنانات كتار ومن فنانين كتار ومشو الموضوع ورجعوا في النهاية حبوا الشخصية بعد ما نبزوها فما عارف اقول ليش له ليه من قدر ما عندي زورة في باريه يا احمد وعسان لكن ما هي توتي الناس كتار انا ودراري في ايال في ناس ارى بتختلف يعني في بعد خمسة سنين ناس حيجي يقولوا رأي تاني فانا ما بقول انو شاهدي ازهري زورة فاشلة عشان الناس انتقدوها الزورة انت بانتقدوك ده معناه انت مؤسر برضو فكونك بتقدم حياة كويسة او كعبة وانت موجود وجودك كفاية يعني انت ممكن يجي راسك في يوم وتقدم حياة كويسة شديد وتنجح برضو كويس كلام كويس كلام كويس ده كلام ذاته يعني جميل ها وبسهل لنا مهمتنا الجاية طيب جنيه اكي منكاء في مصر طيب قالوا عمل السروة محترمة جدا يعني مقريب قالوا تغريبا احتفلتي بالمليون الرابع او حاية بالشكل ده كده عملت لقى احتفال صغير كده مليون بس الرابع لازم ايه مليون دولار اوو اميزن لا بالجد الوضع المادي في مصر افضل ولا السودان كان بالنسبة لك انت يعني انا بالنسبة لي واحد واحد الاثنين واحد لانو نعرف هادير امور كيف لانو انا بمية الجينة بعيش وبالف الجينة بعيش وبمية الف بعيش انا زولة انوعة شديد والقروش ما ينشي وانا من النوع الما بعمل اي حاجة عشان القروش يعني انا اشتغل هاي اتعب هاي الغريبة بدي عريس الناس القروي بس عمري ما عرست الناس القروش وانا لما عرست فلان الفلانة ما كنت عارف عنده شنو كيف الكلام؟ والله العظيم انا ما كنت عارف عنده والقطع اللي دانيليها بتاعة كافوري الدانيليها بعد الزواج ما كان شرط الزواج انا ما ارماش لده انا ما زولة مادية يا زولة؟ نهائيا انا ما زولة مادية انا لما احب ممكن احب اي زول اي زول انا معرف حاسي كلام ده دبلوماسي كده يعني ما اتكلم لك من جوه قلبي والله انا جاياك الليلة فاتحه قلبي و اقول الحقيقة بس ومش الله اكبر عشان كده حقول لك ده يتجاوز طوال الكلام ده عشان نشوف اه انا انا حاسي انه المفروض نفي سريع للصندوق الجيدة عشان فتحة قلبي جديد تستمر ما انا انا حبيت ناس انت لو شفتهم اه هتضربهم بالبرطوش انت ما هتحبه اخليني انا طيب الصندوق ده اه ابتحيه برضو اه تمام طيب دي تلاتة اسئلة طيب دي الازئلة المباشرة يا مونيكا طيب تبدي بيها تلون بيت تركواز ده طيب انتوا مع ما بتعرفوا الواح نحن كالرجال طبعا نحترك يعني انا ده شايفوا انه هو اه اذرق صراحة يعني يعني بتجد النساء بشكل عام عندكم الوان غريبة ده اصفر وده ليموني وده تركوازي انا والله ما قاعد عارف الحال وده اخدر الزرعي وده ابيض وده احمر وعادل اخدر ده درياته كتيرا ده زرعي بالله قل لي اخدرها ديفيد طيب اول سؤال في الازئلة المباشرة اوكي يصنف المراقبون تجربتك داخل الساحة الفنية بالفطيرة. الفطيرة اشنا? فطيرة يعني تجربتك داخل الساحة الفنية بالسطحية. اللي عمد ادرب فطيرة بقى. ادرب فطيرة بقى. اجيبولي فطيرة بقى. فالدلات امتلكين اي مؤهلات حقيقية. ايوان. لاصو? كيف ما امتلك معهلات? اجيل معهلات. اجيل معهلات لكن. هو في مؤهلات غيري. اهه. فنية? كلية. انا ملتزي بالسؤال بتاعي. مواصفة سؤالي. يا احمد انا كان. اعطيم سؤالي. بس اعطيم سؤالي. لا صوت ولا اغنية خاصة. ايه? مونيكا لماذا لا تعودين من حيث اتيتي? اهني جيت من وين? من الجنة? جيت من كارة العلالات. اهه اوكي. موديل ما فضل بيقدر يتكلف الموضوع ده. كل ناس اجمع على انك يعني موديل موافذة. لكن قصة الفدي. لحد الليلة. ما يعني. لحد الليلة? ناس كتار بتكلموا لحد الليلة. ناس كتار لكن بيحبوني وناس كتار بيدفعوا قروش عشان يجيبوني وناس كتار بيحبوا مش يسمعوا صوتي. بس ان شاء الله اقول لهم صباح الخير. ده اوين الكلام ده? ده معاني هنا بالكوكب ده? ايوة. اه? ده اوين? انت ما شفت ليه حفلات ولا ولا شفت ليه ترندات ولا شفت اغاني. انا بس قال بشير ازئلة. شوف انا اندي اغاني ترندات كمان. يعني دار اقول لك كلام. الناس القاعدين يقولوا كده ديل. الاغلبية الفشلة. انا بعتبرهم. والحاغدين. لانهم بعينه ليمونيكا كشكل بس. ممركزين معاي في صوتي وفي حياتي. في اغلبية في السودان بيشوفوا انه البتة السمحة ما بتعرف تغني. البتة اللهلوبة ما بتعرف تغني. البتة اللعندها قبول لازم تقيفي كده تزيط طوبة عشان يقولوا غناية. يا تكوني قصلا شربانة عشان يطلعوا غناية. فيه تاني ما تطعب. يا تكوني شربانة دي همه شي. معك معك. لكن انت تكوني مولع زي اللمبة كده لازم ينتقضوك وينبزوك. حاغدين. وده ما رأي الشعبي كله. يعني انتي ارتكازي قد اساسي على جمالك. ما ارتكازي على جمالي. مشكلة الناس القاعدين تقدوني هم مشكلتهم جمالي ما انا. انا جمالي ده ما شغاله به هم ما شغالين به هم اللي بيقولوا مين طلعت انا طلعت في الميال ده عمري 17 سنة ولا كنت بعرف جمالي انت ما شغاله بالجمال ولا تفاصيل ولا كده لا انا بحب نفسي وشايفة نفسي جميلة عارفة نفسي جميلة عملت كم عملية بتاع التجميلة في مصر طيب كيف ما مهتمية به احمد التعين حس ده شكل عملية التجميل انت عارف انا في حياتي حق نساي مش بيقولوا البنات بيأخذوا حق النظارة وعدم بناتي في زور بيحلف في برنامج لا 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 ما حصل في حياتي انا مايكروبليدين في حواجبيني ما عامله حواجبين طبيعي يلا يخطي طوالا لما نيماكي يجوني ما عامله في الارهاسي دير اعمله في حياتي ما عملت حاجات زي دي انا عملت حاجة واحدة وما كنت دير اتكلم بي انا وزني كان 120 كيلو وصلت المرحلة دي بعد الاكتئاب الجاني لما نجيت مصر عملت ضايت ما شدت لي دكتور قال لي تعملي ضايت قلت لدي رشيل بطني دي قال لي بطني كله تعملي تكميم قلت لدي تكميم ما بعمله والشي حيقع وحضعف شديد وانا ما درد عف شديد نقصتها 30 كيلو عامله رجيم سنة كاملة ما باكل نزلته ومشد عملته شدلي بطني بس انا ما عملت اي شي تاني انا اضافر في يدي دي بركبه بعد مشاكل انا ميكب ما قاعد اعمل كنا عمل كتير وتعملها تايوين مونيكا عملت 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 تايوين مونيكا عملت عشان خسيت شديد والناس كلها يعني مركزة فينون انا خسيت انا عملت عمل التجميل كانشلت ضراعات دي يعني هس دخلت العملية دي خالت ضراع دا لاشنو كده يعني انا عناعي ديري سبت معاك ولا انا ملاكم كانشلت ضراع دا حايبني ما بشيله خاله خلي طيب دي جيب سؤال ثاني اصفر ولا ليموني اخضر الليموني حينو ارحموني انا عاد طيب نشوف الليموني ان شاء الله يكون بس يعني سؤال كويس يعني مع الغنية دي طيب لا تترددي في ان تعودي للأضواء بأي تمام حتى وان ارتديت الضيق من الملابس ايوة ايوة حتى وان ارتديت انا قالها نصيحة حتى وان ارتديت الضيق من الملابس او الشاز وهذا بالضبط ما يحدث في مصر تحت عنوان عريض هو مونيكا فكت العرش الله يفكهم باشنو اقول ليه عرش شينو انا ما فاهمة فكت عرش يعني شنو اصلا كلمة دي ما فاهمها يعني ده الخروج انا ما بفهم المصطلحات السوقية طيب انا اترجم لك المصطلح السوقي ده قاله هو متداول يعني احنا جبناه متداول ذاته من الشارع المصطلح انو اتجاوزت الحدود يعني كان عنده حدود معينة بيقض لا انو جسمي الضبط يا بابا بس ده الموضوع بيقى ما عندي كريش من حقي البس بتتعملي مع الموضوع ده ببساطة يعني انو جسمي الضبط والكده الكلام ده يا مونيكا يعني درزلك السؤال براحة كده اتي ما شايفة انو الحاجة اللي بتعملي فيها دي او يخسين اللبسة اللي بستيها النمرية دي اخدي ما بيقى يخدي كله حايم لبسة نمرية واخدتلك واشا النمر المغنع وما عارب شده النمر الظهر او شيتوز وما عارب وكده اللبسة دي يعني بس اشرح اللبسة دي يعني ميزاته شنو لبسة حلوشة دي شيتوز ما مشهور شيتوز اتي يعني دار تكون شيتوز انا ديرا بقى شيتوزة لا خليلي جديد انا الانسة الاسد انت السؤال الصعب بتحاولي تحييفيه كده عارفة ليه عشان تتجاوزيه لكن الكلام ده اقول لك حاجة ما في مشكلة انا اقول لك ابوي ذاته معجبته اللبسة جايباتك وحتقور تقعد كده تقول والله ازودة قليزة صعب ولكن انا ويا رجنير وكدت قدت جيك تاني بضمير طبيعي احمد اقول لك حاجة دير صراحة بصراحة انا ده لبسة انا فتحت الدولار طلعت اللبسة دي يعني انا ما مشيت اشتريتها مخصوصة عشان عمل بها تريند والله العظيم انا ما بكسوط احمل تريند انا دي طبيعتي كده وبلبس كده بتلبسها تاني؟ بلبسها تاني قسي بكرة الصباح دي بلبسها لماذا بلبسها؟ ما بتلبسها بعد الهيوم اللي اتعرضت له ده ما بتلبسها تاني؟ هجوم من منو كيف من منو؟ من منو من الناس ما شايفة كيف؟ ما شايفة ما بهمك رأي الناس؟ ها؟ نيبا نهاية؟ خالص ما هون ناس منو نبزوني ايا كان في بيتهم جوة بيتهم بناتهم بلبسوا كده قادرين سراتهم جايبين السمعة نص البنات هس انت مش قائد في الغاهرة دي شايفة البنات بيعملوا في شنو؟ انا بعمل نصه على اللقل انا بعملوا في ماسكة مايك او انا قد دام جمهور الحيات اللي بيعملوا البنات وقلة الادب انا نصها ما بعملها مش كان بيقيت فنانة كان بيقيت فنانة بطير في السماء ما هعمل كده لانه عندي مبادئ والمبادئ لا تجزع وانا زولة متربية كويس لكن كونه لبس ضيق للثقافات انا زولة عايشة حياتي كل الناس عودت علي بلبس التوب بلبس التوب لانه انا بحب التوب استوداني لكن لما انا خسيته بيقيت حاسة انه عايز اعوض لبس التوب من عمري 17 سنة ما حرام عليكم خلاص كفايا عايز اعوض شوية وبعدين انا بيقيت ممثلة وفنانة غير سودانية مصرية شغالة مع المصريين طبيعي انه ألبس كده حيجيني مشهد في مسلسل مصري انه مثلا اللابسة كط حيددوني فيه 3 مليون مصري حقول لا لا والله حينتقدوني مع انه 3 مليون دي لو واحدة ممكن يدوها 3 ألف مصري في حاجات تانية عادي يعني لا يعني انت عادي ممكن تعمل تتحرر كده انه ده شغلي انه ده شغلي ودي مهنتي لا يعني ما ممكن تبسل ما يكون فيه تعري مثلا ما كصة تعري انتو ليه بتعانو لا من ناحية انا بوريك انا بوريك مدى مبالغة الموضوع انه لو مثلا قسي كده انا اللي بيستكت مع انه قسي انا ما بحيب اطلعك بقط نهائي اقصح هاي عملال بس ضيق اول بس قصير متعودة من زمان القصير ده متعودين على عادي احنا ما في النهاية جزورنا شنوي يعني ايطاليا ايطاليا فمنبسة القصير والشورطات ده عادي في بيتنا الشورط ده بيطلعوا بالشارع الناس عربي ما بيتكون انا المجتمع احترمته اكتر من الناس القاعدة فيه وقامت فيه وجزورة اكتر من الناس الجزورة في المجتمع ده انا احترمت المجتمع ده اكتر لا يوم جبت فضيح لا يوم جبت سمعة لا يوم عملت حاجة غلط طول عمري معروفة الزولة الطيبة الزولة المحترمة الناس القريبين مني عارفين أنا حدود كويس لا في يوم اللي قوني في قاعدة لا في يوم اللي قوني بعمل في حاجة غلط والحياة اللي بيعملو الناس كله أنا ما قاعد عملا ياحمد وإنت عارفني أنا زولة بيت ناس ومعروفة أنا بيتمينو يعني أنا ما زولة شماسية يا يا ساي ملقطة فيهم تاني بيتلاحق الترين عندك خوز بتاع الترين طيب أنا لو بلاحق الترين بقعد ثلاثة سنين ساك تسعين شغالة على نفسي بدرس موسيقى مع ساتزة من الأوبرا بدرس ما بعرف شنو بعمل ويرج بدع التمثيل بأهل في نفسي وبحاول أنه أنا أحسي أنه أنا بعمل في حياتها اللي بحبها أنا سمو بحب الغون الشرقي شديد بعمل في حياتها اللي أنا بحبها خلاص أنا لقيت نفسي في القاهرة هنا أنه أنا عايز أعمل حاجات أنا من الزمان أنا نفسي أعملها اخطيب سواسية أنت قاعدة ثلاثة سنة في القاهرة اكي لا شفنا لك صورة بملابس ضيقة لا شفنا لك حاجة كنت قاعدة وبتعمل في حياتك بهدوثة حرب دي قامت والناس السوداني اللي جوا هنا أنت تغيرتي ظهرت ثاني في الضوبة صورة كمان لا وحياتك أقول لك حاجة أنا السوداني مجوا من الحرب والله عندي أصحابي وصحباتي لسي ما لقيتم ما قاعد أصهر للناس عشان أنا أصهر لهم لابس أضيق ولا ألفت انتباه زول ولا أعمل ترنت أنا لما ماشيت بيتنا بعد ساعتين لجيت روحيانة ترنت أنا ما كنت قاعدة لموضوع كده كيف لما ماشيت الحفلة واشتغلت باللبسة النمرية دي كان عندي خيارين بينينه ألبس فستان لونه كبدي أول لبسة دي الفستان الكبدي قصير تحت الركبة قمت غيلتها قلت دا حيكون قصيره مجتوى على السوداني حسنا لبس البنطلون الطوير أبرول وكده ومغطي وحلو ولبسة معه بالتو فالصالة كانت حارة قلعت البالتو ومشيت غنيت بالبتاع دا كده بالتو كده بالتو خلينا شوف السؤال الأخير طيب أنا دار أتأكد من الصحة المعلومة دي وبعد ذلك نحاجر الكلام زي ما هو حاضر اعتنقت الإسلام سرا وعندما بتعدد عنك الأضواء قمت بالجهر بذلك حتى الدين قمت باستغلاله من أجل التواجد في ضائرة الضوء يعني انتي سرا الكلام ده يعني هو المعلومة دي نمشي واحدة صحيحة انتي مسلم أنا أسلمت سرا أصلا أيوة أسلمت سرا وما في ذلك عن انتي ماشي يعني تماما وتحجبت كمان وتحجبت أيوة فجأة مونيكا بدأت تتنسي تعمل شنو مونيكا ياهوان أنا أسلمت الغيامة قامل مونيكا أسلمت مونيكا أسلمت مونيكا أسلمت ما بدأت تنسي أصلا في الوقت دا كان أصلا شغالة وقاعدة في الخرطوم ومية مية المشكلة إنه أمي أنا كنت داسة من أمي كنت بصوم رمضان داسة من أمي كنت بصلي داسة من أمي المشكلة الأساسية كانت معي الله يرحمها أمي كانت مرة مدينة في دينا وهي كاسوريكية وإيطالية زي ما أنت عارف عندهم حاجة واحدة اتولدوا كده حيموتوا كده ما بقدر أواجيها لأنه بحبها أكثر من فسدها الله يرحمه ما بقدر أقول لا أنا عملت حاجة زي دي لأنه أول حاجة أنا قريتها في الدين الإسلامي إنه أنا ما أغضب أمي فحتى قراري بتاع الإسلام دا لو بأزيه أنا ما أوري وليا ما عشان ناس نهاية أنا عمري ما لعب بالدين لأنه لما أنا أسلمت مقتنعة أنا أسلمت السلي قريبا تسع سنين وشوية يعني ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله خلينا أطلح فاصل أوك ونرجع نشوف آخر حاجة عندنا أوك صندوق الأخضر دا أو الزريع أوك فاصل ونرجحتها نخليكم معنا هذا البرنامج يأتيكم برعاية بعزبار للسفر والسياحة أهلا بكم ألا زال مشاهدين في القسم الأخير من برنامجنا ولازلنا مع مونيكا روبرت مرحباك آآ مرة دالتا مرحباك يا حمد منورة أنا والله يا ليلة الله يخليك يا أخي دا نورك طيب نحن قطعنا شط في الأزيال دي كلها باقي لينا آآ لأ باقي لينا الأغدر باقي لينا ده اسمه سؤال بتعمل عملية زي دي معايا شوفي شوفي أنا عندي زول شرير لعيتي ذاك آآ آآ دي لمحة كذا بتشرير ده شرير ده آآ ده سبب البلاوي أنا ما عندي زلك أنا زول قاعد مسكين زي وزيك آآ وبتخليع بعض مرات بالنفس السودان يعني من حرم كمان أخوان طيب السؤال ده هتقريه انتي عايزاني أسأله نتناغش فيه نتناغش فيه ما عايزاني أسأله خلينا نمشي نشوف لنا موضوع تاني نتكلم فيه نقفل الحلقة دي الله يستر أحظوا شوية تقري تذكي الموعدة لي يعني هتناغش عنه كيف طيب طبعا أكيد ما عايز تتناغش عن موضوع زي ده ها لأنه ما حاصل يعني الله هم استحيل لكان ليكتناهر لا 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 الله مأثر معاكم لا Uma لا لا يا أخبض الحلقة دي. كويس. خليني اعرف. مونيك بتعمل في شنو حاليا. بتجهز لشنو. انتي انتي غدال كتير ابتصلك يا مونيكا ما عنده غونة خاص. لانه غونة خاص. كيف ما عنده غونة خاص? عنده غونة خاص لكن برضو كسولة في انتاجه بشكل. كسولة. ايه. يعني شديد يعني. فانا دار اعرف مشاريعك حاليا بتعمل في شنو? يعني المشاريع. انا نزلت اخر غونية لي هسي غونية مصرية وعمل ترند والمصريين كلهم شافوا. حلو. عندك حاجة تانية برضو. خليني برضو عشان طالما السؤال ده ما هنزل. خليني تتكلم عن التجربة بتاعت التمثيل. اوكي. انتي حاليا ممثلة. وبرضو. برضو. جيت بالطاقية بتاعتي كده. قلبت الغيام اقامت. يعني في مسلسل عصب هش. انتي حاليا في مسلسل بطل في مسلسل عصب هش. ودور برضو. انا يعني. ده دور. ما كان في زور هيقبله اللي انتي. اي بقى. صراحة يعني. انا بقبله انا. لا وتلك يعني لو اتعرض. يعني اللي زور تكون بتشبه مونيكا في في يعني في راسة. اه طريقة تفكيرة. اه طريقة تفكيرة. لما قبل كده عملوا لازبيا وعملوا عادي يعني. اه. اه. بمثلوا. اه. 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 صح. المشكلة وين? صح. صح. يعني ما ده تمثيل. انتو لو بتاخدوا التمثيل حقيقة. طيب. مشكلة. طيب. انا دار التجربة بتاع عصب حاج دي. دار التفاصيل بتاعتها. وما شاء الله يعني ما يعني حقيقة. حقيقة. يعني الظهور بتاعي زاد وكان ظهور. يعني. اه. يعني جميل. مرتب. جميل. اه. يعني في. شكرا. فيك النزعة بتاعت التمثيل. فيك الموخبة. تاعت التمثيل حقيقي يعني. الله يخلي. وانتي مسلتي في مصر يعني. انا مسلت في مصر واشتغلت مع مع مخرجين كبار. ايوة. ايوة. كثير منهم. ايوة. فانتي فعلا تتعلمتي لانه الظهور في المسلسلة كان مختلف تماما. ايوة. بحكي لي عن تجربة عصب هش. والدور جاك كيفي. جاك كيف والتفاصيل التالي. الدور جاني عن طريق هيسم. ام. هيسم الامين. ايوة هيسم الامين بنحييو. يعني مخرج صراحة ما طبيعي. انا كنت رافضة تماما انه اشتغل عمل سوداني. لانه زمان اشتغلته كثير وعانيت. ام. يعني عانيت كثير في حيات كثيرة ما تتكلم عنها. انتم عارفين زمان الدراما كانت عاملة كيف. ايوة. واساسا انا اساسا انا بحب التمثيل اكتر من ايش. يعني لما اندخلت المجالة دخلت كممثلة. بدأت بالاعلانات عشان ابقى ممثلة. ده كان هادا فيه يعني. فالمهم هيسم اتصل بي وكده وكده وطرح لي الفكرة. الشخصية. قال ليه رايك فيها شنو. وقتلو بحبيته شديد. وتمستكتها بالشخصية دي بطريقة مبالغة. دخلت في الكراكتر بتاع الشخصية وانا بقرأ السكريبت. اللي هو سيناريو. لدرجة انه بقيت اتعامل بها مع الناس في حياتي. حاسة انه بديت اخسر ناس كثار. لانه تقمص الشخصية مشكلة. ايو ايو طبع. اه التمثيل ما حاجة سهلة. ما يزول بي بجيب كاميرا بيمسل. صح. وانت تعرف ان يزول بمسل. صح. لكن ما تتقمص الشخصية الصح ما بتطلع من جواك. انا بعاني لغاية الليلة من طريقة الشراسة. وال 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 عدوانيا في شخصية للا. دخلت في مونيكا. معين مونيكا معروفة نزولة مسالمة ومسكينة وجلناها ضحك. لا انا بقي الشرسة شديدة. حتى في البيت بناتي بقول لي ماما. ماما اطلع من الشخصية دي. افصلي. ماما ما اطلعي. حتى نبر الصوتي بيقى للا. في المسلسل. حتى طريقة كلامي للا. بيقى في غرور وبيقى في قلة ادب شديدة. انا ما كده. ديت غمصني معنات دور شديدة. ايوة. ايوة. والله بتوفيق لك في في التجربة دي ومتوفيق لك في كل حياتك. الحفلات كيف برضو. ان شاء الله. ما شايف انك في الحفلات برضو. ما يعني. عليك الله شايف منوها ستوانة هي الحفلات. ما قاعد اشتغل لسي الفترة الفائدة دي. كله النبس ده كله ما في الحفلات. لا يعني ما شايف حفلة خاص كده. براك يعني. براي. حفلة براي. قاعد اشتغل حفلات واعراس وبيشتغل بيشتغل كتير. بيقولي تابتش هي حفلة عامل ما بتقدري. ليه ما بتقدرش هي الحفلة. الا يقولك زول تاني معاك الشي اللي حفلة. او اتمنى دي يقولك شي. الناس دي. هيسمي انا احمد. يا سوري معليش احمد. الناس دي ما عينت لي مونيكا من اغاني معينها. زعلتها لو تزعلت تبردي بيها. لا لا ما زعلتها. طيب. مع البالي في هيسم والمسلسل. انا مقتلقي اتغمصت الناس دي. الناس دي ما غدا مونيكا من انطباع تاني. الناس دي لو عينت. انا عندي اكتر من اربعين غني خاصة حقتي. اربعين غني خاصة حقتي. قد يقول شو يسمعون. اسمع منها بس اربعة. غير الناس وخمسة سنين الحافظين على الصمد. في اغاني كثيرة. عندي غنية عاملة مع ماما قسمة وغنية مكسرة الدنيا. غنية حلوة شديد. في اغاني كثيرة حلوة الناس دي ما تركز معها. لان دي غنية مصرية نزلت. لازم يعني شنو. الناس برضو تركز معها. ايوة ايوة. بيسمعوا مصري. مش ما بيسمعوا مصري. طبع طبع. يعني قريب ممكن نشوف في حفل جماهيري. انا اشتغلت حفلة مع ايمان الجينيات. ايمان الجينيات دي اكبر مايصرو في مصر هنا. في قاعة ساقية الساوي. باوركسترة كاملة اكتر من واحد وعشرين. عازف وراي. اشتغلت اغاني اليوم كالسوم وليوردة. وبرسيرها لك برضو ممكن تشوف يعني. كلام جميل والله. كلام جميل. يعني توقع قريب مونيكا حفل جماهيري كبير. ان شاء الله. لا ان شاء الله. العودة للمسرح. لا ان شاء الله. تمام. انا شكرا لك كثير جدا جدا. كنت ضيفة عزيزة علي. حبيبي يا حبيب. وان شاء الله بالتوفيق. شاكر لك على رحابة صدرك. يعني الموضة الظريف اللي عملت بهم على الاذر الصعبة دي. شكرا لك كثير والمساحة الاخيرة لك. حي من تحيي. هي رسالة الحباوة يعني. انا بقول للشعب السوداني. كل سنواتو طيبين. مع انو احنا ما حنبقى طيبين الا بلدنا ترجع. الناس الشتموني والناس النبزوني. قالوا انا ما عملتش للوطن. انا كنت عامل عقدي مع شركة. شركة مصرية هنا. فكان ممنوع انو اطلع اي انتاج. ما قدرت اطلع غنية. بعد فسخت العقب. انا اول حاجة عملتها في الاسبوع الاول نزلت غنية. من كلماتي والحاني. اشتقنا لي بلدنا. نزلتها للسودان. انا ما جيت متأخرة. انا كانت عند ظروف يا جماعة. بلدي. اكيد انا موجوعة عليها. بيتي. واهلي. وناسي. والناس الفقتناهم ديل اهلنا. وانحنا في النهاية واحد. كان انتغطوني. انا محسوبة عليكم. كان انتغطكم. انتم محسوبين علي. فبقول للشعب السوداني كله. ان شاء الله ربنا يصلح الحال. ويطيب النفوس. ويا ريت تشغلوا بالكن. بالحاجات السمحة. مرة واحدة. قدعينه ليموني قدعينه من الحتة السمحة يعني. قلوا الانتغاطات من الحتة الكعبة يعني. شوفوا الشخصية دي. هي شنو. انا عارفة انو في ناس بكرهوني ساي بدون سبب. زي واحدة فنانة قلت لنا والله كنت او كراهيكو ما بتعرفني. قلت لي بعد لقيتك ضريفة حبيتك. ما ينديك سبب تكريني فيه. اي مومن وتفر. انا بقول للشعب السوداني. ركزوا معي. انا والله يزور الظريفة شديد. والغنى ما يتاكل عشاي. فان شاء الله نطلع لكم حاجات كويسة. ان شاء الله بلدنا ترجع بخير. وان شاء الله يحمد نتلاقى في ساعات خير. الله يدكر عشاء ربا العالمين. الله يدكر عشاء ربا العالمين. تسلم. شكرا لك. شكرا لكم العزاء المشاهدين. كانت دي حلقتنا الليلة من الزلزان. نلتقي في حلقة جديدة. كونوا في امان الله. هذا البرنامج يأتيكم برعاية بعزبار للسفر والسياحة. اشتركوا في القناة.